أشارت مصادر إلى ارتفاع وطيرة هجرة الأطباء في مناطق الحوثي خصوصا من العاملين في المشافي الحكومية نتيجة الضغوط التي تمارس ضدهم من قبل الميليشيات وقال أطباء واستشاريون يعملون في هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء قالوا أن توقف صرف المرتبات والتضييق الحوثي على الأطباء ومخاطبة المشافي الخاصة بعدم استيعاب كوادر المستشفيات الحكومية دفعهم للبحث عن خيارات للفرار ومغادرة البلاد وقد تعرض عدد من الأطباء للفصل من قوائم وزارة الصحة الخاضعة للميليشيات أو من قوائم المستشفيات الحكومية على خلفية عملهم في مستشفيات خاصة أو مغادرة البعض لخارج من القاهرة ينضم إلينا الطبيب اليمني دكتور حمزة الكمالي مرحبا بك دكتور إلى أين يهاجر هؤلاء الطباء أو يغادرون المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيا وفيما إذا كانت هناك أرقام في صنعاء ليس هناك أرقام محددة في صنعاء عزيزي هناك مشكلة حقيقية متعلقة بكل الكوادر اليمنية التي لديها الكفاءة على العمل الأمر متعلق بأن هناك جماعة تقوم بأخذ كل الإيرادات والضرائب والجمارك في مناطق سيطرة وهي تصل إلى المليارات وهي بالمناسبة في الوقت الحالي منذ انقطاع النفط عن الحكومة الشرعية أصبحت تمثل أربعة أو خمسة أبعاث مداخل الحكومة الشرعية بينما في واقع الأمر هي لا تقوم بتسليم أي شيء للمواطنين هي تستخدم هذه الأموال للإثراء والاستمرار في القتال كنوع من المجهود الحربي حقيقة هناك وضع متأزم كبير جدا كثير من الكوادر اليمنية ولا تحدث هنا فقط عن الاستشاريين أو الأخصائيين تحدث حتى عن خريجين الكليات الطبية الذين تخرجوا خلال الخمس ست سنوات الماضية ذهبوا للعمل في الدول المجاورة وحتى في أوروبا وفي غيرها من الدول هذا التسرب هو تأكيد وتسريع لإنهيار القطاع الصحي وتظهر نتائجه في ما يصل لهم مواطنين من حالة سيئة جدا على مستوى تلقي الخدمات الطبية وعلى مستوى دقودة الحياة التي أصبحت من عديمة أمان طيب دكتور مساء للضغط على أساتذة الجامعات وعلى الأطباء وعلى الكوادر التعليمية يعني هذه سلوكيات تستخدم للضغط على هؤلاء كي يستبدلوا بعناصر من الحوثيين مثلا حتى في القطاع الصحي أولا أن الحوثيين ليس لديهم الكفاءات لتغطية هذه القطاعات بالذات هناك مثلا في قطاعات إدارية في الدولة الحوثيين نستطيع أن يعيون أشخاص حتى بدون خبرة وبدون كفاءة لكن هذه القطاعات تحتاج مهارة فنية وتحتاج خريجين محددين هنا وخرجين كلية طبية ونتحدث أيضا عن أطباء وأكاديميين الجامعات هؤلاء لا يستطيعون الحوثيين استبدالهم هم فقط يريدونهم أن يعملوا بالسخرة وهنا أتحدث أنهم يعملوا بدون راتب مقابل أجور الفتات فقط بينما هم يحصلون على كافة الإرادات الجامعية سواء المتعلقة بالتعليم الموازي وهنا تعليم الموازي في اليمن والتعليم الذي يتم الطالب يدخل فيه إلى الجامعة مقابل رسوم مالية مرتفعة سواء الفين أو ثلاثة دولار في السنة وأتحدث هنا عن كلية الطب والهندسة والكلية العليا ويقوم بتحصيل جميع هذه الأموال ولا يحصل الأكاديميين أو حتى الأطباء في المستشفيات العامة أو المستشفيات الحكومية على شيء لذلك أنا أتحدث هنا هذا هو السبب الرئيسي والواضح لهجرة هؤلاء الطباء وهذا هو الذي يؤدي إلى انهيار القطاعة الصحية ويؤدي أيضا إلى انهيار الحياة الجامعية والأكاديمية في اليمن لذلك في تصوري نحن أمام حالة حقيقية لهجرة أو مثل ما يقول المثل يعني نزيف العقول اليمني إلى خارج اليمن وهذا سيكون له تأثير ليس على المدى القصير لكن على المدى البعيد بحيث أننا سنصبح بلد بلا كوادر وبلا مؤهلين وبلد تنهار تماما وليس فيها أي خدمات طيب دكتور من خلال الاتصالات مع الزملاء لك في صنعاء بماذا يحدثونك الآن سواء مسألة العمل الجاري الآن والذي هو مضطر أي طبيب مضطر للعمل أو من يريد المغادر لا ليس فقط زملاء يحدثونهم الناس يتكلمون بشكل عام الوضع في ما يتعلق بالكوادر اليمنية كارثي تخيل أن الطبيب الذي مفترض أن يستلم 150 إلى 200 دولار لا يستطيع حتى أن يستلمها أبدا هؤلاء الطبي يبقون فترات طويلة جدا يضطرون للذهاب للعمل في المستشفى الخاصة بالمناسبة للمستشفى الخاصة الآن أغلبها دمرت هناك مستشفيات بنيت من قبل قيادات حيثية هذه المستشفيات هي التي لديها الدخل وهي أموال الفسادة التي أفسدوها خلال الفترة الماضية وهي تعمل بتكاليف عالية جدا ليست المواطن أن يتحمل تكليفتها وتعمل وفق ظروفهم الخاصة لتحصد الأموال لكن على حقيقة الأمر أنه جميع حتى الدعم الذي يأتي من المنظمة الدولية يذهب خاصة إلى هذه المستشفى المملكة للحوتيين وهذا الدعم أيضا لا يذهب إلى المستشفى الحكومية ولا يذهب إلى المستشفى الأخرى لذلك نحن أمام أزمة مركبة أنه دعم مفترض أنه يصل بإسم اليمن ولكن للأسف يصل بإسم الحوتيين وحتى الإيرادات المفترض أن تكون الجزء المخصص من الميزانية المستشفى الحكومية لم يعد يصل إليها وأصبح يستقطع منه جزء كبير جدا لذلك نرى تزايد عدد اليمنيين يتعالجون في الخارج قلة الكوادر الطبية في الداخل بالإضافة إلى إيقاف أشياء أساسية متعلقة بالطب الوقاية هنا نتحدث عن إنعدام اللقاحات وجود الأدوية الفاسدة وأيضا أكثر من ذلك هو وفيات لم تكن تحصل لأمراض قد عدمت تماما مثل أمراض الحصبة والجدري طيب كذلك دكتور يعني منعكس ذلك على من يريد التداوي في صنعاء مثلا أنا أتحدث الناس في صنعاء لا يجدون مستشفى يستطيعون الذهاب إليها الناس في صنعاء يعانون لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة المستشفى الخاصة ولا يوجد خدمة حقيقة تقدم في المستشفيات العامة والحكومية لذلك الناس يضطرون للتسلف وهناك ناس كثير جدا نحن نتحدث عن انهيار تام للطبقة المتوسطة في صنعاء على وجه الخصوص هؤلاء الناس الذين كانوا مفترض أنهم مهندسين أطباء ونتحدث حتى عن دكاتلة الجامعة عن أصحاب الدخل المعقول المتوسط هؤلاء انهاروا تماما لم يعدم تلكون المال حالة الناس أصبحت كارثية ومؤسفة ومؤلمة وهؤلاء أصبحوا يعتمدون فقط على المساعدة التي تدقها من أهالهم الذين يعملون في دول الخليج أو من آخرين أو عبر الناس المقتدرين الذين لم يكونوا المال لذلك أنا في تصوري أنه ليس فقط القطاع الصحي إنما جميع القطاعات القطاع الصحي هو تعبير تام عن فشل كامل للحوثين في إدارة موارد وشؤون المراتق اللي عندهم ولا أعتقد أنه حتى فشل إذا صح التوصيف هو رغبة في تركيع الناس وهو الثالث الذي كان موجود حتى منذ الستينات في أيام الإمامة الجوع والفقر والمرض ونراها الآن أمام أعيننا ونرى أطفال الصغار يموتون من سوء التغذية ونرى أصحاب الأمراض المزمنة يموتون لأنهم لا يقدوا علاق ونرى الناس بلا مستشفيات منكشفون ضعيفون ويموتون حتى بدون قتل شكرا جزيلا لك من القاهرات طبيب اليمني الدكتور حمزة الكمالي لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات